الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع السنة وموضوع عظيم وهذا الدين كله جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى وهو صاحب السنة وقد أمر بتبليغها فقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وقال الله تعالى وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم وقال جل في علا من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال سبحانه نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقال تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ العرباد بن ساري رضي الله عنه أنه قال وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةٌ أي بليغة وجلت منها القلوب أو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولا نحن نشوف الاختلاف الكثير فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال هذه رواية أبي داود وفي رواية الترمذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره لذلك جاء في صيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى في ناس أبو عديل شكيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال إنما مثلي ومثلكم كمثلي رجل استوقد نارا فجعل الذباب والجراد يقعن فيه وهو يذودهن عنها قال فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ذول ولع لي نار بعدين بنهر في الجراد وهو جزاء الله خير عنده رحمة بالحشرات النار دي ما ولع عشان الحشرات تقع فيها ولع دار يستفيد منها دار يعمل طعام بردان دار يدفة في ظلمة دار يولع نور بعدين ولع نار الجراد والذباب يقعن في النار شايفات الضو بجان يقعن فيه يقعن فيه ويقعن في النار وهو به رحمته بدفع في الجراد لكن لأنه عنده يدين في النهاية في جراد بخش بيتحد في النهاية بخش النار ففي ناس النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزهم الحجز والرباط الذي يربط به العبد إزاره يعني زيت تكة ماسك وبعد ديت فلته يخش في النار ما ذارين يتبعون وللأسف أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وهذا عندما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بعضهم قال يعني يفهم أن هذا في تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر لكن صاحب مختصر السيرة أورد هذا في تفسير هذه الآية أو في ذكر هذه الآية ذكر القصة مع هذه الآية ويقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير أو يغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم قولوا لا إله إلا الله تفلحه لا إله إلا الله تفلحه فقال القوم قال عبد العزة وهو أبو جهل وهو أبو لهب عبد العزة وهو أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه أبوه عبد المطلب بأبي لهب لجماله كان جميلا كأن اللهب في وجهه كان جميلا كأنه يشع فقال لو تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أي لهذه الكلمة لذلك انطلق الملأ من بعد أبي لهب قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق دا كذب كون الناس تعبد الله براه كون الواجب على الناس يعبد الله وحده لا شريك لا دا كذب وكون نعبد الله وحده دا ما مبكون دا كذب دا اختلاق دا شيء جديد الجيد نبيه يا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا إن هذا إلا اختلاق شكية رب العزة والجلال كما ذكر بعض التابعين كان في بعض الأسانيد مقال كأبي الضحى رحمه الله تعالى وكعطاء ابن أبي رباح في تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والآيات التي بعدها من سورة البقر لما أنزل الله تعالى قوله أنا ذا نوريك النازل خالفه من بدره وليأس الجماعة بخالفه فيه في آيات كثيرة ما ذكرتها لك فلن ذكرت لك بعض الآيات أصبر شوف الحاسد شنو النازل مما بدت دعوة في ناس خالفه ولليلا في ناس قاعدين خالفه وبيلفوا كتب ومصنفات خالفات صريحة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإصرار وصارت سنة للأسف الشديد غريبة لا أقول بين الكفار وإنما بين المسلمين تربي ديقن تمش بلد كفر يشوفوك ويقول لك يا أخ ما عادي من ذل الله كافر الزل لا كافر وده مسلم والنازل على كيف تركب من بلد الكفر المبجوز تقعد فيها إلا لضرورة تجيب لدى الإسلام مستقيم مطبق السنة تنزل من المطار يستقبلوك يقول لك دشنو الساوفي وشك دشنو كذا أصبر لينا ما جايك لهم مواضيع كثيرة جدا والنازل ناصح بوضوح جدا لعل الله تعالى يجري الخير وهو أهل الخير سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وبعدين قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها قال الله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الآية لما أنزلها الله تعالى وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وإلهكم إله واحد لما سمعوا بآذي الآية لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال بعضهم كما يروى قال بعض في تفسير ابن كثير قال إله واحد يسع هؤلاء جميعا أقول للكون ده كل نازجة تعبد واحد بس فأنزل الله الآيات التي بعد هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا ناس قال لون السماء والأرض السحاب قبلية الفلك تجري في البحر وين والرياح الرياح دي بتجي ماشا كذي الكون ده شد بقدر يحوله يودعه كذي يقدر السحاب خلقوا منه الله الكون ده كله الخلق منه خلقوا الله طيب كد خلق الكون كله الله كيف ما بيسع الكون كله يعبدوا الله سبحانه وتعالى ما ألزمون أنت قلتوا واحد الكون كله يعبدوا طيب قال لكم الواحد ده خلق الكون كله شكاة رب العز والجلال قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق وفي هذه الأمور تقر الخالق الله سبحانه وتعالى طيب ليما يكون المعبود الحق الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى شكاة الرجل من أقصى المدينة الذي جاء وهو يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرنيه وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون شكاة رب العز والجلال قال واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعودون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أصنام صنعاهم شوف الناس دل شوف ابن آدم دل من يضل بص المراحل عجيبة مرة واحدة أصنام تصنعيت يعني قبل ما ايت تصنع كانت تراب أطين وموية كيف يكون المعبود جبعد العابد بس دي كيف تي كيف يكون العابد صنع المعبود الكلام ده كيف يستقيم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردته فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كيف يكون القلب سليم ومعلق حجاب ومعتقد في الحجاب صاحب القلب وكيف يكون القلب سليم والذي يعتقد أنه فلان بد الجنة كيف يكون قلبه سليم وبخاف من غير الله سبحانه وتعالى خاف من الأموات خاف من القبر كيف قلبه ده سليم الله لما انخلقه الحاجات دي في قلبه فيه ولا دخلت جديدا دخلت جديدا كيف يقابل به الله ويكون قلبه سليم قال وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَينَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ كلهم في النار جواء شو شو جواء قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٌ كيف كنتُ فِي ضَلَالٍ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٌ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ بدhی الْجَنَةُ دَا بدhی الْجَنَةُ اللَّهُ منفع دَا منفع الله مملك الضر ده مملك الضر الله الناديو ده الناديو والله اذن نسويكم برب العالمين ده في الازم نديه وزمان ديلك بيجعلون آله مع الله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون وهم دعاة الباطل ودعاة السوء شكاية ده التكشف ده الأعدال الله ويت في الدنيا دي في امتحان انت ما في حاجة يسمى تبقى زي الحكم الحكم لله تعالى انت ما بتبقى زي الحكم قولنا والله لم عادل لم عادل ديلا هاي بيعبدو الله ودلك ما بيعبدو الله الله بيعبدو غير الله فلديل ضد بعض وانا ما لهم على المشكلة دي وانا شغلتش نو انت واحد من اتنين يا مع الصف دا يا مع الصف داك ما في حاجة يسمى في النصف قولك والله ما له مال عبدو الله يعبدوه ديك ناد شيوخ ما له مال ياخ ما له مال الناس كيف ما لكم على الناس كيف ما لكم على الناس الله قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض دا امتحان بتقف مع الصف الذي يدافع عن الله ولم تقف مع الصف الذي هو عدو لله سبحانه وتعالى شكير رب العز والجلال قال عنهم ديل قالوا وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره رجع الى الدنيا فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية الله قال لك دي فيها عبر لك ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم شكاية جماعة النازل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم خالفوا مما جب التوحيد خالفوا عادو عداو شديد عادو قالوا مجنون قالوا شاعر والله شاعر يا اخي القرآن ده مازه شاعر قالوا كاهن الوليد ابن المغيرة قال لون جماعة الكهانة دي عندهم همهمات وحاجات ما بتتفهم الزول لما قاعد يجي قل حاجات ما بتتفهم كلامه واضح آه حلوها كيف والله قالوا خلاص مسحور مسحور الزول لما هذا شايف انه خلاص ساحر الله الله كلامه ده ما سحر كلامه ده بليغ انه الوليد قال لون هو جماعة شان نبقى واضحين قال لون انا بحكا لك بالدارجي لكن باللغة العربية قال ايها الناس يا معشر قريش بعضكم قد يفد الحجاج فبعضكم يقول شاعر وبعضكم يقول كاهن وبعضكم يقول مجنون وبعضكم يقول ساحر فيعلم الناس اضطراب اقوالكم فاجمعوا امركم على قول واحد قالوا ماذا نقول قال قولوا ساحر بس قولوا ساحر بس قالوا ساحر وكلامه ضد السحر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهو القرآن ضد السحر ويحرم السحر ويجعله كفرا فذي كل عداوات للنبي صلى الله عليه وسلم مشى الطايف الجماعة لموه فلقوا بالحجارة حرشوا للسفه السفهة والمجانين فلقوا بالحجارة تخيل الدم بسيل منه جايهم بالخير وهون يجيوا يجيوا بالشر في النهاية فجاءه ملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فرآه في غمامة سحابه فقال يا محمد هذا ملك الجبال وإن شئت أطبق عليهم الأخشبين يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين حس إذا كان كان سويت شنو ولا أخفل لغوني جبلين بس إنت مازك الجبال دي جات في جبل هناك برضو جيبوا لهم في واحد عالب يجاي برضو عصيرهم في النص بل اتجاهات الأربع لكنه هم الدعوة قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ده همه النبي صلى الله عليه وسلم جراجع معه زيد بن حارثة رضي الله عنه بعدين جلوادي فصلى من الليل فأقبل نفر من الجن يستمعون إلى قراءته بالليل مش يدعو البشر في النهاية أسلم جن الجن تلموا بالليل قعدوا يسمعوا للقراءة قال تعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فلما حضروه قالوا أنصته تلموا بالليل في الوادي وبصله وهو لا يدري بهم وقال تعالى قل أوحي إلي عن طريق الوحي أنا ما أعلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْد الرُّشْد ضد السفى والسفى أَنْ لَا يَعْرِفَ الْعَبْدُ مَصْلَحَتَهُ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الرَّحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٌ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ إلى آخر الآيات فإن تتبلغ دعوة الله تعالى قال جراجعتان مكة وأوذي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه بسبب هذه الدعوة جاء أبو جال فوجد سمية رضي الله عنها وهي زوجة ياسر والد عمار تلك الأسرة الصادقة النقية التقية وهم من أهل الجنة وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعذبها المشركون فأمسك حربته فطعنها في موضع شرفها في فرجها فقتلها رضي الله عنه نازل الآز في الدين وصبر وأوذي بلال ومن معه من الصحابة فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمر بالرقيق فإذا وجد أحدا من الرقيق اشتراه فأعتقه اشتري بلال قل الله حر لوجه الله تعالى من يعزبوك واشتري فلان وإلى آخره ويبلغون دعوة الله تعالى كي نشروا الدين وابتلوه في ناء جاء الظفر بكر الصديق أسلم على يده طلح ابن عبيد الله من خيار الصحاب من عشر المبشرين بالجنة وأسلم على يده عثمان ابن عفار رضي الله عنه ومشه والدعوة مشت فبدت بمخالفة خالفوا من البداية كفار قريش وما زالوا يسخرون بالناس وبالمسلمين قالوا الناس المعاك دل ضعفة ولينا لو دارنا نسلم أطرد دل أطرد فأنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بعد ذاك الجماعة إلى الآن الناس قاعد يخالفوا فيه والله الذي لا إلى غيره مخالفات اجتداء من التوحيد والعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسنن إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجوز تعليق التمائم وإن كانت من القرآن لا يجوز وهكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال لك من القرآن ذاته مبجوز من قرآن ده ما نزلوا للتمائم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب مبجوز وتميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم مبجوز لدعلك كمون لا تميمة لا حجاب لا غيره الليلة في مخالفة للكلام ده ولا ما فيه ناس معلقين الحجبات تقول لدى شنو لك حجاب سكين ودى شنو حجاب عقارب ودى شنو حجاب طلق مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات في سنن الترمذي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أقلام رفعت الأقلام فيها المداد رفعت جفت الصحف ما فيها من المداد لا يمحى لا يمحى لا يغير ما ذكر في هذا الكلام وفي هذا الحديث الليلة ما بخالفه في الشدايد بيناده بيستعينه بمنه في الشدايد في الكربات إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل برعي قال كذي إسماعيل قبة أسي وقعت ذاته بركت عديل كذي بركت الرب وقعت ما قدر يوقفه القبة وقعت رب وقال لك نادي في الشدايد الوقع دي شنو من الشدايد ولا من الرخة لأننا عارف الحاسي شنو مصائب كله بلاوي آخ في الشدايد تنادي الشيوخ والله سيدي بلعباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه إلى آخره ما بعرف ساكن فاس ولا ساكن فرار ما له ما له والنادي لين إحنا؟ أبو العباس نادي بلعباس نادي أبو العباس ذاته أبو العباس ذاته عمله مرفوعه بالواو وده بمرقق أبعد من واو ذاته كلها لخبة باسم الدين تنادي أبو العباس وين الآن أبو العباس وين؟ ميت قاعد يتبركوا بين نعلاته يا كافي البلا لا خلة طاقية لا خلة جلابية لا حاجة ضريفة ما خل لكم إلا النعلات شوف الزلد عليكم شيل النعلات اتمسح بها قال ذاته أشياء غريبة جداً وعقائد منحرفة ده مخالفة لأمر الله عليه وسلم قال وفي العقيدة والذي رفع السماء في العقيدة خالفه إناده يا بشام وروق الدام يا برير ويا صايم ديمة ويا منو ويا غوث زمان ويا فلان ويا علان كلها عقائد ورب العزة والجلال يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الكلام ده تعرف قالوا لمنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للأمة ولا تدعو أيها محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك يقول لك بإنفع عديل ولا يضرك يقول لك بضر والله لا ينفع ليضر وما يعمل أي شيء كلها لخبة سائل وما يقبله الناس والله ندعج فيه وانتزول الإسلام يوم داك يا واحد سأل له وكم سؤال هنا الله يتقبل جاوبنا عليه ما شاهناك بعد شوية جاءت حجار طائرة بإجاه لابد ويفلك فينا بالحجار نجيد بها طاقية وبعد شوية بقلعها كان سخنة الشغل عشان الحجر يجي فوق نكملها مع كتب بلاوي كلها عيان واحد طلع المنبر دينا شو العاية دا عليك الله يجينا من وين قال بتناظرهم في التوسل وفي العلو وفي شو دا في المنبر دينا في الجامعة دا هنا دي قريب في بيوت الله يخالفه في العلو العلو رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قالوا لما فوق مبنق الفوق مخالفة عديل كذب قال للجارية في صحيح مسلم أين الله قالت في السماء قال أعتقها شوف سبحان الله ما قال لا أعتقها فإنها طيبة فإنها مؤدبة فإنها تقية قال لي أعتقها فإنها شنو مؤمنة وده يكفر كسي زول الرسول قال دا مؤمن دا يقول لك كافر دا ما بخالف فيه ولكن دا بيقول الله فوق لشان كذي ننزل جماعة ديل وأنا بناظر تناظرنا في ديه ويوم الجمعة حتى بعد تنزل المنبر بتقرى شنو في الجمعة تقرى شنو أول شي في الرقعة اللول سبح اسم ربك الأعلى دي ذات السنة أو الجمعة هذا ما أعرف هذا ما قاعد يقرى ولا شنو سبح اسم ربك شنو الأعلى يزاك الله خير الأعلى وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله الله إليه إليه وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي ما نصوصه أضحى القرآن دا نزل من منه من الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل دي من فوق لا تحت ولا من تحت لا يفوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وآيات كثيرة تثبت العلول لله سبحانه وتعالى والله نحن ذاته بقينا في أمة إلا من رحم الله وتعالى يحير ذاته في وصول الدين الدرويش تقول لا الله أين يقول لك لا فوق لا تحت لا باليمين لا بالشمال لا قدام لا ورع لا داخل الكون لا خارج الكون في عدم أكثر من كذي لا باليمين لا بالشمال لا قدام لا ورع ركزتها شوفوا الكلام ده لا فوق لا تحت لا داخل الكون ولا خارج الكون في عدم أكثر من كذي يا جماعة في عدم أكثر من كذي وصول الدرويش ده ذاته كان جاء وطرش قال له لله بقول له كذي يعني الله كريم إنتا بتقول لك لا طرش كذي الله كريم ليه ما تقول لك لا كذي لا كذي لا كذي جوطة إنتا لها بتقول لك الله كريم كذي أنا داري عرفك يا درويش وي مش لولده في البيت الدرويش يعني احنا يقول لنا وحابية في الجامع مناظركن هتعال ناظرنا بعد يقول لك يمش ليه ولده في البيت يا جنة يا ولدي الله وين الجنة يقول ليه فوق هذا تقول ليه وهابي ده ربينا نحن الجنة ده الرب منه كل مولود يولده على شنو على الفطرة وأشياء عجيبة جدا والله كلام غريب تعارف في جنة متفلسف وها تكلمني من السلامة أي جواب إلا يتفلسف فيه ما بجيه وحد يلا والجنة عمره أربعة سنة إلا يتفلسف بعدين واحد حكى ليه الكلام ده اسمه حسن في السلامة قال قلنا له يا فلان صغير الله وين وإلا يتفلسف قال يعني حيكون وين ما فوق يعني حيكون وين يعني حيكون وين ما فوق ما هو الله قال كذيه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وأأمنتم من في السماء الآيات القبلية البعدة زكرة الرحمن صح أو لا ما صح أيوة الآيات القبلية شنو القبلية أأمنتم من في السماء قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ده جبريل ولا الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ده الله ولا جبريل يا ناس الله وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى آخر الآيات قالوا ده جبريل ما الله وجبريل من الملائكة وألا قال سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فذي كل آيات قال مناظرتان في التوسل قال التوسل ذي كل أشياء خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في القرآن في سورة المائدة في الآية الخامسة والثلاثين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون خمسة حاجات إيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى وابتغوا إليه الوسيلة ثلاثة وجاهدوا في سبيل أربعة الفائدة لعلكم تفلحون مش هذه الآية قال ابن كثير رحمه الله إذا ذكرت التقوى مع الطاعات فالتقوى اجتناب المحرمات فإذا ذكرت مع الطاع فالتقوى اجتناب المحرم أما إذا ذكرت وحدها فالتقوى فعل الطاع واجتناب شنو؟ المحرم اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال ابن كثير والوسيلة ما يتوصل به إلى غاية ولا خلاف بين المفسرين في هذا يعني دي الوسيلة ما يتوصل به إلى غاية الوسيلة ما يتوصل بها إلى غاية زور جهة يعان غايته اجبع وسيلته شنو الاكل صح ولا ما صح توسل الى الشبع باكل الطعام زول عطشان غايته الري داري روا وسيلته اشرب موية صح ولا ما صح دي الوسيلة التحران ودائر تكون متكيف في الجو البارد وسيلتك بتشغل شنو المكيفة والمروحة بعد قطعت الكعر بتتهببه امور واضحة الوسيلة ما يتوصل به الى غاية زول دائر حاجة من الله سبحانه وتعالى دائر رزق دائر جنة دائر رحمة دائر مغفرة دائر الله سبحانه وتعالى اكشف عنه كربا مش دي الغايته غايته اي عشان يصلى الغاية دي اتخذ وسيلة ما هي الوسيلة قال ابن كثير قال قتاد وابتغوا اليه الوسيلة اي توسلوا اليه بطاعته تعمل الطاعة وذكر كلاما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وان كان في سنده انقطاع عن علي ابن ابن طلحة عن ابن عباس وعلي ابن ابن طلحة لم يسمع من ابن عباس قال الوسيلة القربة الا ان يثبت بسند اخر لكن انت نغلق كلام قتادة من التابعين توسلوا اليه بطاعته وسيلة الطاعة يعني يا الله انا صليت انا داعي الرزق يا الله عشان انا صليت لك كان قبلت صلاة دي الديني الرزق ودي في القرآن وفي السنة ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا شوفوا توسلوا بشنو آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين توسل لا الله بطاعة شكيفي حديث النفر الثلاثة الذين آوى بهم المبيت الى الغار دخلوا الغار فنزلت صخرة انحدرت فسدت باب الغار كما قال الامام محمد مان الجامي انقطعت عنهم اسباب الدنيا ما اندون شي فتتوا بالصخرة ولا فشي قالوا وكانوا من بني اسرائيل واكثر الانبياء من بني اسرائيل الانبياء بعد ابراهيم عليه السلام الانبياء من ذرية ابراهيم ذرية اسحاق ومن اسماعيل من اسماعيل تاني ما فنبي الا الرسول عليه الصلاة والسلام دي جانب شنو ذرية اسماعيل الولد التاني لابراهيم عليه السلام اسحاق ولد يعقوب وسمي يعقوب ولقب باسرائيل قيل كان يسري ليلا وقيل اسرائيل عندهم في تفسير العرب هو العبد الصالح الاولاد الجو كلهم تاني من ذرية اسحاق مثل مسألة يعني التلاتة ديل اجداء الناس من بني اسرائيل يعني في انبياء قابليون وديل ما انبياء كانوا ممكن يقولوا يا اسحاق تلحقنا ويا يعقوب تلحقنا ويا فلا من الانبياء تلحقنا داود موسى عليه السلام يوسف كل من ذرية اسرائيل من ذرية اسحاق فانتهوا بعد ذاك من ذرية اسحاق يعقوب اللي هو اسرائيل فالنازل التلاتة ما نادون به ولا نادوا رجلا صالحا ما نادوا كذب قالوا لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعو الله إلا أن تدعو الله بصالح عمالكم واحد دعا ببره لوالدين اللهم كان لي أبوانك شيخان كبيران وكنت لا أخبق يعني لا أطعم لا يتعشى بسبب أهل ولا ولد إلا ولا يعني ولا رقيق إلا بعد أن أغبق أبوي اللهم كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا ولداً ثم ناء بي طلب الرزق ناء يعني ابتعد ماشا بعدين ناء ابتعد بعيد قال فتأخرت عنهما فأتيتهما وقد ناما فكرهت أن أوقظهما شوف البرد قذر كيف فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو ولداً لا ذالي صحيون يزعجهم مع أنه كان صحاهم للعشاء ما يزعج تأسابوك لو نايم يدقوا التلابه في حرامي في حرامي هذا يزعج صحيح أو ما صحيح لكن قلت له أبو خطيت لبس بوسة قدامه مفتعونه وقل لك يا أبو أولا دي جيت متين إن شاء الله كويس إن شاء الله ما حصل لك حاجة الحمد لله أمور بتوضح أبوك كيف أنت ما حسب الشيط صحيته لو أذل بدأ لصحيون للعشاء من شدة بره ما أدار صحيون وكمان ما أدار شنو يأكل الأولاد قبلهم قال فمكثوا وهما نايمان والصبية يتضاغون تحت قدمين قدمين الأولاد قاعدين يبكوا تحت كرعيو وأنا واقف إلى أن برق الفجر الزل جاي من الشغل يعني جاي تعبان واقف والأولاد بيبكوا تحت وديل نايمين شوف عليك اللده برزات عجيب قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما بنا من كرب قال فانحدرت الصخرة انفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج فتحة بسيطة التاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي ثم إني دعوتها فأبت علي ثم ألمت بها سنة حوجة فجاءتني قال فأعطيتها مئة وعشرين دينارا أو درهما على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا بلغت منها مبلغ الرجل من امرأتي قبل أن واقعها وفي رواية فجلست بين شعبها الأربع شعب الأربع اليدين والرجلين كالشعب قال قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه شوف العبارات دي اتق الله نجوه القرب يعني الشاب دي قالت الكلام ده اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني إلا بالزواج قال فقمت عنها أو منها ويا حب النساء إليه فالزول ده اتق الله فيه موضع موضع تعشاه هالزول تلقاه تقول لما تحضر أفلام ممكن يسبوع ما يحضره لكن خش النت وفتح الموقع ونشط وخش عديل وبدأ يحضر تجد تقول لها اتق الله يقول لك لا بعدين فتشوف إن شاء الله كذلك بس النت ما بقدر يقوم من معصية بعينه لكن الزول ده اتق الله في موضع عظيم دل على قوة إيمانه قال لاتق الله قال لاتق الله كلمة دي أثرت فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه مع شدة الشهوة ما قام عنها قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الكرب فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج لسه صخرة تقيل ما بيقدر يزحوه تقيل جدا فقال الآخر الثالث اللهم إني كان لي أجراء فعطيت كل أجير حقه إلا واحدا منهم ذهب فترك ما له علي ثم إني ثمرت له ما له نميت له ما له ثم رجع بعد فترة فقال أعطني أجرتي أو حقي أرد علي أجرتي قال ما ترى من البقر والماعز الغنم إلى خيره والرقيق فهو لك شايف البقر ده كله والناقات والحاجات وكلها حقاتك قال أتهزأ بي قال لا قال فأخذه ولم يترك لي شيئا شاء لنشأت والداني قال ما عتود قال لي جزاك الله خير شاء لنشأت ما شاء شوف الأمانة دي قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الكرب فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون النازل توسل لأله بصالح أعمالهم واسد إن جاءت كربة توسل لأله بشن وأنا إن جاءت لكربة توسل لأله بشن سأل الله يوفقنا لطاعته فذي اسم التوسل بالعمل الصالح هذا تفسير الآية القربة والعمل الصالح وتتوسل لله بأسماء الحسن وصفات العلا ولله الأسماء الحسن فدعوه بها وتتوسل الله بالدعاء الرجل الصالح الحي الحي بعد نتم الحي الزوح الحي قلت لي ها فلان أسأل لي الله ده ما أشرك وإن كانوا موضع نغاش بين العلماء لكن ده ما أشرك بالله تعالى يا فلان أسأل لي الله سأل لي الله ألاز ده حي وسأل لي الله لما في أشي لكن همييت الدعاء مش عمل صالح ولا ما عمل عمل همييت كيف دعو لك الله وعمل انقطع الرسول قال عمل انقطع إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاثة النازل مصدقين كلام النبي صلى الله وعلي سلم قال عمل انقطع وتتم شلف قبر تاني وقول لك لا ما احنا متوسل لالله بمكانته 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 قال تعالى من عمل صالحا فلنفسي ما مصدقين الآية النازل ومن اساف عليها والله يا مولانا ما نازل ما بنحبهم تحبهم وتشرك بالله تعالى لما ملاعظت بالتوسل كيف يا مولانا وباختصار التوسل ديت بتتوسل لما نقول يا الله يعني بتقول يا الله بيكدي الديني وانا وريتك التوسل الصحيح يا الله بصلاة دي الديني الشيل فلاني بيجوز لك يشرع عليك النازل ما بقوله يا الله بيكدي النازل بيقوله يا فلان عديل الحجن يا فلان عديل يا الحسن من المحن يا ودبدر من الفقر يلف العلفون الاسرع من التلفون انت ما قلت يا الله بيكدي التوسل فيه ثلاثة حاجات تركز بالنقطة دي شأننا مش للنقاط النقاط البعدة الزمن الليل الليل التوسل ما اي سؤال يقول لك توسل يقول لك دار مناظر بس دي سؤالين بسيط جدا سؤال اول التوسل فيه كم حاجة فيه ثلاثة فيه ثلاثة التوسل ركز كويس واحد متوسل اثنين متوسل اليه وهو الله تعالى ثلاثة وسيلة يا الله بصلاة نجي كربتي انت كونه تقول يا الله انت متوسل انت متوسل وكونه تقول يا الله الله هو المتوسل اليه انت ما توسلت ليه والوسيلة شنو الصلاة مش تلات حاجات هاي الدعا فيه حاجتين فيه داعي وفيه مدعو يا الله نجيني ما ذكرت توسل يا الله نجيني فيه اثنين زول قال يا شيخ الحقنا دل ثلاثة حاجات ولا اثنين انا دار اعرف دل ثلاثة ولا اثنين يا شيخ فلان الحقنا انا قلت يا شيخ فلان انا يا شيخ فلان المتوسل الي وين الوسيلة ده توسل ولا دعا دعا دين مش حاجتين الكلام ده واش واضح اي زول ناخ شك قل يا شيخ الحقنا اي وين توسل توسل ده ثلاثة متوسل متوسل الي وسيلة والدعا اثنين داعي ومدعو انت قلت يا شيخ فلان الحقنا ده الاثنين ولا ثلاثة دال اثنين مقدمات والسلد دعا عديل راس عديل والله قال لك ما تدعو غيره قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد ايث هدان الله كالذي ساوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدأتنا قل انه دى الله والهدى وامرنا لنسلم والله كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية شان ما يقول لك ورحنا ويتو عملنا وفعلنا صوفية ذال الله في كتب ومصنفات موجودة في السوق النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف عبد المحمود تأليف عبد المحمود نور الدائم دا تعطابة هاي دا بعدين تعارف قال في النصرة العلمية شنو قال قال الشيخ عبد القادر بصلا renamed قال الشيخ عبد القادر الجيلاني الملائكة لهم شيوخ والجن لهم شيوخ والانس لهم شيوخ وانا شيخ الكل انت فاهم كلامه الملائكة لهم شيوخ والله قال كاذي قره تبعيوني اللي بتخش القبر الملائكة لهم شيوخ ما ذكرون لنا والجن لهم شيوخ والإنس لهم شيوخ وأنا شيخ الكل يعني شيخ جنو الملائكة والإنس والجن والإنس الملائكة والجن والإنس هو شيخ جد قال قال تطور الأولياء ده عنوان في النصر العلمية جاي انصرة تبز مرة واحدة جايك حلة زي ما قالوا عماء قال تطور الأولياء ده عنوان تخذ جوه قال أحيانا تدخل على الشيخ فتجده شيخا وأحيانا تدخل عليه فتجده حنشا وأحيانا تجده شيئا آخر يعني تخذ على الشيخ بتلقاه شيخ تخذ مرات تلقى حنش مرات تخذ تلقاه في العتود بس تأكله زي بس تطور الأولياء مشا مشا قال استشفاع الملائكة بالأولياء الملائكة بيستشفعوا بالأولياء توسلوا لها الله بالأولياء أو بيستشفعوا بالأولياء مشا مشا أنا دار أجيب لك كلامه قال الملائكة بعدين بتوسلوا وبيستشفعوا بالأولياء مشا قام جاء بقصة نقل من الطبقات الكبرى للشعران قال واحي اسمه عبد الرحيم المغربي قال ده من كراماتي أنه حكي أنه كان جالسا مع بعض الناس حواريين وجماعه دره ويش قاعد معهم قال فنزل شبح من السماء ثم صعد الشبح فقال الشيخ فقال الحاضرون للشيخ ما هذا يا شيخ قال هذا ملك من ملائكة الله ملائكة السماء ملائكة الله قال وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه شفعنا له عند الله الملك قال غلط وجل الشيخ الصوفي ساوينه من مشايخه قال جل الشيخ واستشفع به وعن منه عند الله تعالى ملك ملك ترجمة نانسي قنقر